لكن كانت فعلاً بتعاني من أصوات كانت بتسمحها ويسريخ بصفة مستمرة ففي ناس من قريبة نصحوها ان هي يطروح لحد من المتخصصين في تعذير الأرواح وفعلاً هي راحة الواحدة كانت متخصصة في المجال ده على أساس ان هي تستشرف والمتخصصة دي نصحتها ان هي تبني غرف كتير وتكون متطبقة ونفس الشكل بتاع الأماكن اللي الضحايا دول اتقتلوا فيها قصتنا بدأت سنة 1986 لست غريبة الأطوار اسمها سارة مونشستر وكانت بتعيش في مدينة اسمها نوهيفل وراحت عشان تعيش في مدينة اسمها سانخوسير في كاليفورنيا عشان تبدأ حياتها من جديد وخصوصاً بعد وفاة جوزها وابنتها واشتارت بيت مكون من 8 غرف بالرغم انها بتعيش لوحدها أغرب حاجة عملتها الست دي انها فضلت تبني في البيت لمدة 36 سنة لحد تاريخ وفاتها وتكلفة البيت تقدرت بحوالي 6 مليون دولار في التوقيت ده وهي توفت سنة 1922 فطبعاً 6 مليون في التوقيت ده يعني مبلغ كبير جداً وتحول فعلاً من بيت بيحتوي على 8 غرف لأكبر أسر موجود في كاليفورنيا ويمكن في أمريكا كلها وبمعنى تاني هو الأصح اتحول لأكبر أسر الرعب في أمريكا ومع مرور الوقت الأسر ده بقى عجوبة غريبة وغمضة ومكون من أكتر الأشياء الفريدة اللي موجودة في العالم تخيل ان الأسر ده وصل عدد القوض اللي فيه 160 غرفة من ضمنهم 40 غرفة نوم كمان فيه أكتر من 10 تلاف شباك وفيه اتنين سرداب وحوالي 2000 باب وفيه كمان ممرات سرية وغريبة بتوصل ما بين 30 غرفة وفضلت الناس تتكلم عن الستة الغريبة دي والأصر بتاعها الأغرب لله وطلعت إشعاعات في الفترة دي وكان أهمها ان الستة دي والبيت مسكنين بالأرواح الشرية لدرجة ان كان فيه ناس بتأكد ان كانوا بيشوفوا الأشباح وأشكال غريبة بتبص عليهم من الشبابات بتاعك الأصر والناس قالوا ان الأشباح اللي بتظهر في القصر دي نتيجة ان جوز الستة دي كان عنده أكبر شركة لتصنيع الأسلحة والبنادق ودي أرواح الناس اللي ماكن بالبنادق اللي كان جوزها بيصنعها وأرواح الناس دي فضلت تطارد الستة وجوزها بغرض الانتقام ومن كتر الرعب اللي الستة دي عاشت فيه بدأت انها تلجأ للطب النفسي وعشان كده الدكتور نصحها انها تغير المكان بتاعها وتروح تسافر في كاليفورنيا تبدأ حياتها من جديد وهناك اشترت البيت اللي فيه ما بعد حولته لأصر كبير والغريب ان هيها فضلت تبني في الأصر ده لمدة ستة وتلاتين سنة زي ما أنا قلت في البداية وده على أساس ديها كانت معتقدة ان هي لو بطلت بنا هتموت في نفس اليوم اللي هتبطل فيه بنا واللي خلى الناس تصدق عن قصة دي انها كانت فعلا هي اللي بترسم التصاميم بتاعت البيت وكانت بتقول ان الأشباح اللي موجودة في البيت هي اللي بتخليها ترسم البيت بالتصاميم وبالأشكال المعينة وكان البونا شغال 24 ساعة في اليوم العمال ما بيبطلوش وكان من كتر خفها ان هي لو بطلت بونا ممكن تموت كانت بعد ما تبني بعض الغرف كانت تهدها وتبنيها من أول والدين ان هم يبقى العمل مستمر في قلب البيت وكان العمال اللي كانوا شغالين في البيت فيه ناس منهم قالوا ان عدد الغرف بتاعت القصر وصلت لستمائة غرفة ومع التطوير وان هي تهد وتبني وصلتهم من مئة وستين غرفة واكتر من اربعين سلق وزا ما قلت اكتر من الفين باب وعشر تلاف شباك واكتر من تلاتاشر حمال وبالت البيت على شكل متاه وهنا القصة الحقيقية اللي قالها الدكتور بتاعها وبيقول الدكتور ان البداية حصلت لما كان جوزها السيد دونشستر كان عنده اكبر شركات للتصنيع الاسلحة وبنادق وكان فيه موظف من ضمن الموظفين كان على خلاف مع صعب الشركة المهم ان الموظف ده اتقتل بسلاح من اللي بتصنعه الشركة فاخوه كرر ان هو يروح ينتقم لقتله ولما راح هناك الشركة انضرب عليه برضو بالنار وموته والمشكلة ان اتقررت مع اكتر من موظف موجودين في الشركة وكانت هي دي نقطة البداية اللي دمرت حياة صاحب الشركة وبدأوا يحسوا ان فيه لعنة بدأت تصبهم بجد وفي نفس الفترة دي ماتت بنتهم الصغيرة وده خلى الستة توصل لحالة اكتئاب شديد جدا وما الحقيتش ان هي تفوق من موت بنتها الا لو لقت ان جزها كمان مات وطبعا هي ورسة الشركة عن جزها وهنا مجلس الادارة بدأ ان هو يعمل محاولة زي انقلاب كده على الستة بسبب ان هي كانت بتصرف فلوس كتير قوي عشان تبدأ في بنا في البيت وتبدأ تعمل غرف كتير وملهاش اي لازمة وبدأت ان هي تصرف فلوس بكتنيات كبيرة في انظمة بدأت تدخلها في الاصر كانت اول مرة تستخدم في الوقت ده يعني كان الاسنسيرات كانتش متوفرة في الوقت ده هي ركبت 13 اسنسير كمان انظمة اللي هي التدفئة ما كانش يعني كان زمان فيه الدفيات اللي هي المدخانة دي هي عملت نظام تدفئة مركزي ما كانش برضو الكلام ده موجود في التوقيت ده وطبعا ده خلى ان الشركة تخسر كتير من الفلوس بتاعتها ده غير كمان ان هي كانت بلغت مجلس الادارة ان هي عايزة تطير النشاط بتاع الشركة من تصنيع اسلحة لاي نشاط تاني وده طبعا كان سبب كفيل على اساس ان اما يتقلبوا عليه وعشان كده قرروا كلهم ان هما يرفعوا دعوة قضائية على الست دي ويتهموها ان هي مصابة بالجنود وكان لازم ان هما يجيبوا اي دليل يثبت ان الست فعلا مجنونة رسمة وعشان كده فعلا اجروا دكتور نفساني على اساس ان هو يثبت ان هي بتعانم الجنود لكن اللي الدكتور شافه اللي كتبه في التقرير بتاعه بيأكد ان فعلا الست دي سليمة 100% وكمان كتب في التقرير بتاعه الحاجات اللي كان بيشوفها بتحصل في قلب الاصر وكانت حاجات غير طبعية وملقاش اي مبرر ولا لها اي تفسير لكن كانت فعلا بتعاني من اصوات كانت بتسمحها ويسريخ بصفة مستمرة ففيه ناس من قريبة نصحوها ان هي يطروح لحد من المتخصصين في تعضير الارواح وفعلا هي راحت الواحدة كانت متخصصة في المجال ده على اساس ان هي تستشرف والمتخصصة دي نصحتها ان هي تبني غرف كتير وتكون متطبقة ونفس الشكل بتاع الاماكن اللي الضحايا دول اتقتلوا فيه بالاسلحة اللي جوزها كانت صنحها وهي طبعا اقتنعت بالكلام ده وفعلا بدأت تبني البيت بشكل غريب لدرجة ان كان فيه قوض لها اربع بيبان طب ايه استخداماتهم؟ محدش يعرف وعبلة سلالم ما بتوصلش لاي مكان وكان من ضمنهم فيه سلالم بتوصل لحد السقف وبرضو مش معروفة هي معمولة ليه وكمان ممرات على شكل متاهب والاغرب انها كانت كل يوم بتنام في غرفة شكل وبرضو من الحاجات الغريبة اللي ما كانش لها اي تفسير يعني كان في الدور التالت كان فيه قوضة عاملالها باب غريب يعني فتح الجدار منها للشارع كده وعملا باب يعني لو واحد فتح الباب ده ومش واخد باله يقع من الدور التالت على طول ينزل مياه والستة دي كتبت في المذاكرات بتاعتها ان الارواح اللي موجودة في البيت لو حست بالراحة والامان ولقت مكان تسكن فيه مش هتقزيها وعشان كده هي بنت فيه متاهات في قلب البيت على اساس ان ممكن الارواح تتوف في المتاهات دي ما تعرفش ان هي توصل لها ده على حد تفكيرها كمان ان هي كانت كل يوم بتنام في غرفة شكل على اساس ان هي تضلج الارواح دي ما تقزيهاش وكمان كتبت صرف ومذكراتها ان هي كانت الرسومات بتاعت اشكال الغرف كانت بتاخدها بتوجيهات من الارواح اللي ساخنة في الاصر كل يوم وهنا الدكتور بيقول ان كان مستغرب ان كان في معظم الغرف كان رقم 13 ده متقرر في كل مكان حتى عدد الشبابيك في كل قوضة كان بيوصل ل13 المصامير اللي كانت بتبقى محطوطة مثلا في الخشب عددها 13 ايه السر الورا الرقم ده الدكتور نفسه ما يعرفش وفعلا هو بدأ يلف في الاصر ويشوف ايه الاباكل اللي بوجودة جوه لكن لقى ان فعلا في حاجات مش طبيعية بتحصل واطياف لحاجات كده مش معروفة واضواق غريبة واصوات بيسبحها والدكتور بنفسه كتب في التقرير بتاعه ان الست دي بتتمتع بقوة وصحة عقلية واللي بتعمله ده فعلا ما هو الا طلب من الارواح اللي كانوا حقدين وبيسع للانتقام من عيلة وانشستر وغاية النهاردة الاصر ده موجود فعلا في امريكا وتحول زي ماتحف او مزار سياحي وكل اللي بيخش فيه لحد النهاردة بيحس باحساس غريب وبيحس بطاقة سلبية في قلب المكان ولغاية النهاردة لغز الاصر ده محدش يعرف عنه اي حاجة لكن الكل اجمع ان المكان ده فعلا مش كويس ومش مزبوط وفيه حاجات كتيرة بتحصل فيه مش طبيعية واكتر من واحد اكدهم ان الاساس اللي موجود في الاصر ده بيتحرك لوحده كمان بيسمعوا فيه اصوات غريبة وتعمل فيلم باسمه وينشستر بيحكي فعلا قصة الاصر ده وبصراحة انا لو موجوده لك في امريكا اول حاجة هعملها اروح ازور المكان ده اتمنى نكون قصة النهاردة عجبتكم وابتمنى لماشتركش يشترك معايا في القناة ويفعل زر الجرس شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله ماسلم اشتركوا في القناة